الفيديو ده انا اصنفه من انه هو اهم فيديو عملناه للكبار الفيديو اللي هنشرح فيه حاجة لو عرفتها ممكن تحل عندك مشاكل كتير يا اهلا سهلا ازايكم يا رب يكونوا كويسين فيديو جديد من فيديوهات تعليم السباحة اونلاين احنا موقفين فيديوهات تعليم السباحة للكبار في الصيف وده حاجة كبيرة يعني لان انا شخصيا مش حاسس ان دي اكتر حاجة ممكن نفتكو بيها تعليم السباحة للكبار يعني موضوع مختلف شوية الاختلاف ما بين التعليم بتاع الاطفال والتعليم الكبار الاطفال يعني معظمهم بيبقوا زي بعض نفس الحاجة نفس الجسم نفس نسب العضل نفس كل حاجة فهي فيه منهج بيطبق للاطفال فبينفع عالعكس تماما مع الكبار الكبار فيه منهج اه ولكن مش كل الناس بتاعه بيطبق فيه اختلاف اجسام فيه اختلاف كحسافة عضم وعضل وحاجات كده فيه خوف فيه فوبيا فيه حاجات كده كتير فانا شايف من وجهة نظري الشخصية ان السباحة بتاعت الكبار متوقفة على حاجة واحدة بس انك تلاقي المشكلة فين لو عرفت المشكلة فين هتعرف تلاقي الحل وبما ان انتو بتبعتولنا الفيديوز فيها مشاكل وهتلاقي مفيش فيديو زي التاني كل كيس مختلف عن التاني فعشان كده احنا مستمرين في تعليم السباحة اونلاين انت هتبعت لنا الفيديو واتفرج لو انت يعني مش شرط تكون انت اللي باعت الفيديو ممكن تتفرج على الفيديو في نفس الحالة بتاعتك او نفس سبحتك هتاخد مننا التبس وتطبقها والموضوع هيبقى افضل بكتير ان شاء الله النهاردة بطل الفيديو اسمه ايمن بعت لنا الفيديو على الجيميل خاص بينا سويمتل at gmail.com وانحنا الان هنتفرج على الفيديو مع بعض وهنشوف ايه الحاجات اللي احنا نقولها له يعدل من نفسه فيها عشان يبقى سباح افضل طيب اوكي استوز ايمن اول حاجة الرجل كويسة جدا يعني الى حد كبير بس محتاجين هتفضل تشتغل بفعالية سبتة يعني مش نشتغل كويس في الاول وبعد شوية يبدأ الموضوع يال طيب والكاتشات لا بقسة بها وطبعا مفيش نفس يعني هو ماخدش نفس من الجنب فمش هعرف قيم النفس ونرجع تاني مشكلة كبيرة هتلاقي في فئة كبيرة من الناس الكبيرة بتعوم بنفس الطريقة فدلوقتي بقى ركزوا عشان موضوع ده مهم الفيديو ده انا هصنفه من انه هو اهم فيديو عملناه للكبار الفيديو اللي هنشرح فيه حاجة لو عرفتها ممكن تحل عندك مشاكل كتير كنت مبارح فيه تدريب مع ناس كبيرة بعلمها سباحة وعرضت عليهم الموضوع ان احنا مش هنفع نطقن المهارة مسافة صغيرة وبعدين نطبقها على مسافة كبيرة فهنمشي في اننا بنعمل مسافة كبيرة وهنمشي في اننا بنتعلم طيب نقيم سباحة اسيزة ايمن او نقول له المشكلة فين عشان نتكلم في الموضوع الاساسي بتاع الحلقة دي طيب مشكلة اسيزة ايمن ان هو مش عارف يقوم بكفاءة عالية عشان هو مش قادر نفسه ضيئ على ما اعزم يعني وانت ايه قل لي في الكومنتس ان كان نفسك طويل او لكن من شكل السباحة شكل النفس قصير وده طبيعي جدا عند الناس الكبيرة او فوق الخمسة وعشرين التلاتين يعني فيما فوق فمشكلة السباحة الكبرى ان هي احنا متخيلين ان احنا لما نزبط الحركات او نتحرك بشكل كويس هنقوم بشكل كويس ولكن مش دي الحقيقة الحقيقة انك لما تبقى قادر انك تعوم مسافة طويلة هتفوق اعضلتك هتفوق للحركة يعني مثلا لو انا بعوم مسافة عشرين متر وعايز ارفع دراعي بالشكل الفلاني مش اعرف ارفعه الا لما تكون رجلية شغالة قوية الا لما يكون جسمي مشدود الا لما يكون نفسي قوي وكل ده مش هيتحقق الا بالسباحة لازم نعوم فترات طويلة خلال ما احنا بنتعلم سباحة المتعارف عليه ان احنا بنقف نعمل خمسة متر سوبرمان وبعد كده نعمل خمسة متر كاتشات وبعد كده عمنا مش ده الصح صح انك تعوم مسافة طويلة خلال ما انت بتعلم انت ما بتغرقش شكرا مبروك عليك هتبدأ تعوم مسافة طويلة تعوم مسافة طويلة وليكن نص التمرين الكلام ده المدربين السباحة او الناس اللي بتعلم بنفسها خلي نص التمرين تعوم بشكل صحيح وخلي نص التمرين التاني انك بتعوم مسافات تعوم خمسين متر تعوم ميت متر تعوم ميتين متر على قد ما تقدر كلما رئتك بقت اقوى واوسع كلما ضخ الدم بقى احسن كلما الدم راح بشكل احسن لعضلاتك كلما بقيت مطقن لحركات السبح وده الجاب اللي بيحصل او الفرق اللي بيحصل المبين انا بتعلم كويس بس مش عارف اعوم او انا عارف المهارات بس مش عارف انفزها وده شرح الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه السيد ايمن بيعوم كويس ولكن هو مش قادر يعوم وده طبيعي جدا لازم مدام حضرتك الطول اللي حضرتك خدته ده خده اربع مرات بابطأ ما يكون حط وشك في المية وحرك ايدك ورجلك بالراحة جدا عملنا فيديو عن الموضوع ده حط لكم اللينك هيزهر هنا او هنا حط لكم اللينك في الدسكريبشن برضو حط وشك في المية وعوم ما تقفش اعمل اي حاجة حرك ايدك اهم حاجة يبقى فيه تمرين يبقى فيه رياضة بتحصل واحدة واحدة هتلاقي المسافات طولة هتلاقي انت نفسك بقى كويس هتلاقي ان نبضك قليل خلال المسافة طويلة هتلاقي انك مش بتتعب من المسافات الطويلة هتلاقي انك عارف تطبق الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيديوهات ونقول لك هاد راعك من هنا وحطه هنا ورجليك لازم تبقى الكلام ده كله هيطبق ولكن لازم الاول تاخد البيزيكس بتاعات السباحة انا شايف ان اول حاجة لازم تعلمها كالناس بتتعلم سباحة هو ان نفسك يكبر نفسك يكبر ما ينفعش تعلم الجري او القفز وان ابعافش امشيه فخلي البيزيك عندك انك بتعرف تعوم مسافة طويلة بعد كده هعرف اتعلم مسافة طويلة فاخر لازم نتعلم السباحة مع المسافات الطويلة مدم انا مش بغرق عوم عوم مسافة طويلة وتعلم حاول تعوم وتتعلم تعوم وتتعلم لان اخر نقطة في فيديو ده وتكررنا فيها من شوية ان الحاجة اللي انت بتعملها لمسافة خمسة متر لو اتقنتها اتقان شديد لما تيجي تعمل خمسة وعشرين متر كل ده يروح وهتضطر انك تمشي المسار من الاول فامشي المسارين مع بعض حتى لو ده هياخر عملية انك وتعرف طعوم بس هيوسع عريقتك وهيخلي لما انت طعوم مش هتبطل سباحة خالص كده يكون خلاصنا الفيديو ده بنشكر الناس اللي بتبعت لنا الفيديو بنشكر ايمن بطل الفيديو ده ونتمنى النصايح اللي احنا قلناها يعني تبقى مفيدة بالنسبة لك انا عارف ان الناس مش مستنية ان انا اقول لك نصيحة زي كده الناس مستنية ان انا اوضح الدراع جاي ازاي والله ولكن ده الافياد يعني اه خير ان شاء الله خلينا واع بعض وخلينا نطبق الحاجات دي وهنشوف يعني ايه الاصحف الاخر شكرا لكم سلام عليكم صحيح اه صح يا ناس صحيح ما تنسوش تبعتولنا الفيديوز على الجيميل خاص بينا سوامتل ات جيميل دوت كوم او على الفيسبوك او على الواتس هاب او اي حاجة يعني نشكركم جدا عشان يبقى في فيديوهات تانية شكرا لكم خلو ساخر مارك سلام عليكم